مشاهدين الثمنة صباحاً موعدنا مع موجز أهم الأنباء مع مصطفى كفافي تفضل لمصطفى شكراً لك جمانا الثمنة صباحاً بتوقيت القهرة الخميسة وبتوقيت جرينتش موجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة وخلال إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية أضف السيد الرئيس أنه إذا كان التحدي الراهن سيضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي وفي ذات الوقت قال السيد الرئيس أن حصة مصر من المياه لم تتغير على مدى عشرات السنين رغم ارتفاع عدد السكان وهو ما أدخل الدولة في حالة فقر مائي وأضاف أن مصر دخلت في برنامج ضخم جدا على مدى السنوات العشر الماضية لمعالجة المياه حيث تم انفاق مبالغ هائلة لتنفيذ محطات معالجة متطوعة أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق وخلال اتصال انهتفين أجراه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أدان عبد العاطي لانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية رفضا بشكل كامل المساسة بالسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والتهديئة وحذر من وطيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة واستنكر قيام القوات الإسرائيلية باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية وقوات اليونفال في جنوب لبنان ومن جانبه أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن التقدير البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر للبنان في هذا الظرف الحارج الذي يمر به حاليا يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم وقد صرح الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي أن زيارة أبو الغيط إلى بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعاون وعلى عدوان الإسرائيلي المستمر وتشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت فروعا لجمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بالضحاية الجنوبية لبيروت ومناطق بشرق لبنان وضف في الوقت نفسه أفاد مصدر أمني لبناني أن ضربات إسرائيلية استهدفت محيط مطار بيروت الدولي في البلاد بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي أن عدد الغارات على الضحية الجنوبية لبيروت قد بلغ حتى الآن أحد عشر غارة من جانبه أعلن حزب الله أنه نفذ خمسة وعشرين عملية للمحاولات تصد للمحاولات تقدم لجيش الاحتلال في قرى بجنوب لبنان يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل أن الجيش الإسرائيلي هدم عمدا برج مراقبة وسياجا بأحد مواقعها الوقعة في جنوب لبنان ومؤكدة أن جنودها ما زالوا منتشرين في جميع المواقع خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الوزراء الأمني نقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ومسؤولون بارزون أفكارا جديدة بشأن صفقة لإطلاق المحتجزين في قطاع غزة يأتي ذلك في الوقت الذي قصف فيه لاحتلال مدرستين تأويان نازحين في جباليا شمال قطاع غزة وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة حفصة التابعة للأونروا مؤدى الاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص وأضفت المصادر أن الاحتلال قصف أيضا مدرسة أبو حسين الوقعت بمخيم جباليا موقع شهداء ومصابين وأشارت إلى أن الاحتلال يمنع تواقم الدفاع المدني من الوصول لإجلاء المحاصرين والمصابين في هذه المحاصرات أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن إسرائيل تستعد لهجوم كبير على إيران وتتأهب لصد أي رد فعل مستقبلي من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية أن نظام الدفاع الأمريكي ساد قد بدأ العمل في إسرائيل بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل عسكريين أمريكيين إلى إسرائيل قدر عددهم بنحو مئة شخص لتشغيل هذا النظام هذا وقد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن الطهران سترد على أي هجوم عسكري إسرائيلي إذا هجمت المنشآت النووية وأشارت في الوقت نفسه إلى أن إيران ستعيد تقييم سياستها النووية رياضيا تاهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر بعد فوزه الصعب على فريق سيراميكا كيلو باترا بهدفين مقابل هدف واحد تقدم النادي الأهلي بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الأولى بعد مرور 12 ثانية فقط من انطلاق اللقاء بينما نجح فجري لكايف في تعديل النتيجة من خلال تسجيل هدف سيراميكا الوحيد بتسديدة قوية وأضاف طهر محمد الهدف الثاني للنادي الأهلي ليفوز ويضرب موعدا مع الزمالك يوم الخميس في النهائي بعد تغلبه على بيرامج براكلات الترجيح بواقع خمسة أهداف مقابل أربعة وهذه نهاية الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد هذا الفصل موسيقى